وأعود لمتابعة قرار المغرب بقطع العلاقات مع إيران تنضم إلينا من الرباط مراسلة الغد فدوى المرابطي فدوى ليست هي المرة الأولى التي يكون هناك توتر بين إيران والمغرب بسبب ملف البونيزاريو ما الجديد هذه المرة؟ نعم بالفعل يعني آخر مرة تم قطع فيها العلاقات مع إيران كانت في 2009 على اترى أزمة موقف المغرب من أزمة البحرين وعود المغرب علاقاته بإيران في 2016 اليوم خرج وزير الخارجية المغربية السيد ناصر بوريتا بتصريح لوكالات الأنباء الدولية من مراكش مكان إنعقاد مؤتمر دولي حول الهجرة يضم عددا من وزراء الخارجية الأفارقة الأفارقة عفوا خرج بتصريح مفاده أن المغرب قرر قطع وبشكل رسمي علاقاته بإيران والسبب هو دعم إيران لجبهة البوليزاريو وذلك عن طريق حزب الله وحزب الله الذي يقول السيد الوزير في نفس التصريح أن المغرب يملك أدلة قاطعة على تورط حزب الله في تدريب الميليشيات بجبهة البوليزاريو وذلك عن تدريبهم طريقة عسكرية عن تمويلهم وعن تدريبهم أيضا على طريقة بناء الأنفاق وهو ما يعتبره المغرب مسا بوحدة بلاده وحسب القراءة التي استسقينا فإن حزب الله بهذا التصرف تكون تبحث عن موطئ قدم في منطقة المغرب العربي وهو ما قد يشكل في المستقبل حالة من التوتر وأزمات في المنطقة لا يريد المغرب أن يصل إليها هناك نقطة أيضا المغرب لم يسبق له أن قطع علاقاته الدبلوماسية بأي دولة سواء كانت تعترف بالبوليزاريو أو تتعامل مع جبهة البوليزاريو ولكن هذه المرة المغرب يقرر بشكل رسمي قطع هذه العلاقات وأبلغ سفير إيران في الرباط بمغادرة الرباط نعم طيب يعني ربما كان هناك من قبل اتهامات مغربية للحرس الثوري الإيراني بموقف ما أو دعم لجبهة البوليزاريو هل نستطيع أن نقول أن إيران استبدلت حزب الله بالحرس الثوري الإيراني أم لازلت هناك شكوك حول الجانبين بالتحديد نعم عفو لم أسمع نعم كنت قد ترحت عليك ما مفاده بأن الحرس الثوري الإيراني قد واجه اتهامات من المغرب من قبل فيما يتعلق بدعمه لجبهة البوليزاريو هل استبدلت إيران الحرس الثوري في دعمها لبوليزاريو بحزب الله أم لازلت هناك شكوك تحوم حول الجانبين نعم هذا ما يبدو واضحا من خلال تصريح وزير الخارجي المغربي وهو تصريح رسمي يقول فيه أن سبب قطع العلاقات مع إيران هو دعمها لجبهة البوليزاريو عن طريق حزب الله وسعي الحليفين إيران وحزب الله لتسليح الميليشيات في المنطقة واستنساخ يعني تجارب سبقة وأن كانت في منطقة الشرق الأوسط ولعل النموذج السوري خير دليل على ذلك هذا هو السبب الرئيسي شكرا جزيلا لك من ربعات مراسلة الغد فدوى المرابطي اشتركوا في القناة